الـ Oxygen Dissociation Curve هاي كل الفكرة اللي يحاولي وصلها في هذا السلايد الـ Binding of CO CO اللي هو Carbon Monoxide Carbon Monoxide Binds Tightly But Reversibly يعني وصحيح يرتبط بقوة يعني أقوى من ارتباط الـ Carbon Dioxide أقوى من ارتباط الـ Oxygen ولكن يرتبط بشكل Reversibly يعني ممكن يرتبط وممكن أزيلة طيب تدأ Hemoglobin Iron Hemoglobin Iron Forming Carbon Monoxy Hemoglobin Monoxy Hemoglobin هذا المركب Or Carboxy Hemoglobin يعني ما يكون Carboxy Hemoglobin أو يعني هو نفس الاسم ولكن مجرقة يغيرها Carbon Monoxy Hemoglobin أو Carboxy Hemoglobin أو Carboxy Hemoglobin أقوى من هذا المركب ويرتبط Reversibly بالHemoglobin طيب When CO اللي هو Carbon Monoxyde binds to one or more of the four heme sites Hemoglobin shifts to the relaxed conformation causing the remaining heme sites to bind oxygen with high affinity أوكي يعني على غرار على غرار الكربون دايوكسايد والتو بونت ثري البي بي جي والأتش بلاس على غرار ذني ثلاثتهم فالكربون مونوكسايد راح يثبت لي الريلاكس ستيت بينما ذنيش البقية كان من يثبتين كان يسوين ستيبولايزنج للتوت أو التنس ستيت أوكي على غرار ذني طيب هنانا الكربون مونوكسايد رح يزيد الأفينيتي للأكسجن رح يزيد الأفينيتي مع الهيموغلوبل للأكسجن بينما ذنيش كان يقلل لنا هسه أيضا هو أيضا مضرب قاتل أساسا الكربون مونوكسايد قاتل وحنشوف شلون فرح يزيد أكسجن بين الأكسجن with high affinity this shifts the oxygen dissociation curve to the left حيثي وشifting to the left and change the normal sigmoidal shape toward a hyperbolic shape as a result the affected hemoglobin is unable to release oxygen to the tissues هذا الأسود هذا الأسود الأسود zero percent of carboxyl hemoglobin zero percent من هذا المركب الكربوكسي يعني بقى معناته أنه ما عندي كربون مونوكسايد فنشوف أنه هذا الأسود هذا normal حالة طبيعية وهذا sigmoidal بحالة طبيعية أما عندي هنا الجو هذا الأحمر فصار عندي ارتباط ما بين الكربون مونوكسايد والهيموغلوبين فصار عندي shifting to the right لو نلاحظ أنه أكو shifting to the right وصار الـ oxygen dissociation curve صار hyperbolic صار hyperbolic اوكي hyperbolic وزاد بما معناته أنه نوعا ما حوله مثله مثل المايوغلوبين المايوغلوبين الكربون مونوكسايد يحول الهيموغلوبين إلى شيء يشبه المايوغلوبين بهذا المعنى طيب بزيادة الـ affinity of oxygen the affinity of hemoglobin for carbon monoxide is 20 is 220 times greater than for oxygen يعني الـ affinity ما للهيموغلوبين للـ carbon monoxide أعلى 220 مرة من الـ affinity للـ oxygen من الـ affinity ما للهيموغلوبين للـ oxygen طيب Consequently even minute concentrations يعني كمية قليلة من concentration of carbon monoxide in the environment can produce toxic concentrations of carbon monoxyhemoglobin أو carboxyhemoglobin in the blood اوكي بهذا المعنى لأنه الـ affinity ما للـ carbon monoxide للهيموغلوبين أو الـ hemoglobin affinity ما للـ carbon monoxide أعلى من الـ oxygen فكمية قليلة concentration كمية قليلة من عنده نستنشق عن طريق الأنف نستنشقه فيروح للـ lung ويصير ارتباط فكمية قليلة من عنده ممكن تسوي shifting ممكن تسوي مشاكل تسوي بلاوة وتأدي حتى الى الوفاء بكمية قليلة من عنده فهذا التأثير فمن يريد نفهم تأثير الكربون monoxide شنو؟ الكربون monoxide يرتبط على الـ hemoglobin ويزيد الأفين يتمثل الـ oxygen بالنهاية الـ hemoglobin ما رح يأدي وظيفة الطبيعية اللي هي transport of oxygen from the lung to the tissues رح يسبب خزن رح يخزن الـ oxygen بالنهاية ما رح يأدي وظيفته كـ transporter حي يشتغل كـ storage وهذا احنا مريدة يعني معناتها رح يشتغل الـ hemoglobin مثل المايوغلوبين وهذا احنا مريدة طيب carbon monoxide poisoning is treated with a hundred percent oxygen and high pressure hyper-peric hyper-peric oxygen therapy يعني الشخص المصاب اللي يتعرض لـ carbon monoxide اعني اضطي اكسجن اخلي يعني اخلي لي اه اكسجن بها يعني شو ايسموه يعني المهم انه هذا التنفس يعني مع الـ oxygen اخلي ليه اكسجن بحيث يكون الـ oxygen نسبته طبعا احنا بالجو نسبة الـ oxygen اه اه اعني 20% احنا نتنفس من ادهن 4% يعني هنا ستنشق ناخذ 4% ونطرح 16% اوكي يعني الهواء اللي ينطرح 16% فهنان ش رح يسبب رح يخلي يعني احنا رح نعالج هذا المرض اللي يتعرض لـ carbon monoxide رح نطي اه اكسجن بنسبة 100% فبالنهاية بمعناته شنو معناته ان هون قاعد ازيد الـ partial pressure of oxygen حتى ازيد الـ affinity مال الهيموغلوبل للـ oxygen وبالنهاية اتخلص من الـ carbon monoxide which facilitates